كبة الغورية ومكان يستضيف الفرق التي تقدم أنواع مختلفة من الموسيقى من كل أنحاء العالم ويوم الأحد الأول والثالث من كل شهر تستضيف فرق التجول النوبية التي تقدم الموسيقى النوبية بشكل مختلف مركز ابدا عبت الغوري يتبع صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة وإحنا كمركز لنا فلسفة خاصة وهو الحفاظ على التراث المصري بأكمله بأشكال مختلفة ومن هنا تأتي أهمية هذا المركز بالإضافة لاهتمامه أيضا بما يسمى حوار ثقافات الشعوب فالمركز يستضيف أيضا فرق من الخارج في العالم كله بثقافات مختلفة لعمل حوار موسيقي مع فرقها زي فرقة التجول النوبية وفرقة رسالة السلام فرقة التجول النوبية أنشأتها عام 1990 وهي بتضم أمهر عزفين الإقاع والغناء في النوبة وتم إضافة بعض ألالات الشعبية التي تمثل الشخصية المصرية وبالتالي كان الغرض والهدف منذ إنشاء الفرع الحفاظ على التراث النوبي والمصر أيضا بحيث تقديم بانوراما كاملة تعبر عن تفرد الشخصية التراثية المصرية أهم ما يزل في الرحية هي تقدمها لتراث التراث المصري بأشكال مختلفة وأيضا النوبة باللكنة النوبية القديمة وتتحاور مع الألات الشعبية زي المزمار وزي الربابة وزي الأرغول باختلاف الإقاعات واختلاف المقامات لتؤكد على ثراء الشخصية التراثية المصرية ومن هنا بتلاقي في نجاحة كتير جدا ومش بس كده احنا حطين حوار الطبول من أجل السلام بنعمل مع كل فرق العالم وعملنا مع حوالي 35 فرقة على مستوى الحال العام من أفريقيا وأسيا وأوروبا احنا بنحافظ على ذا الحقيقة زي مقلت لك الفرقة نشتها سنة 1990 جات لفكرة من خلال أولا أنا يعني عاشق التراث المصري وطبعا يعني من خلال كتاب جمال حمدان شخصية مصر بدأت أتوغل في الدراسة الشخصية المصرية من خلال التراث فبدأت أرصد الظواهر الشعبية سواء الغنية والإقاعية والموسيقية في أقاليم مصر المختلفة على مدار 20 سنة والحقيقة جاء عني لدي أشريه أرشيفي الخاص الذي يجمع هذه الأشكال الموسيقية ومن هنا استفدت استفادة غير عادية من هذا الرصد اللي مش ممكن تلاقيه في أي أكاديمية من أكاديمية العالم ولذلك أنا بنيت الفرقة من خلال عمل بحسي ورصد لأم الظواهر الشعبية في مصر الحفلة الحيابة دعوهم طبعا هنا في قبة رهوري الحد الأول والثالث من كل شهر لتقديم بانوراما كاملة تعبر عن ثراء الشخصية المصرية